في العراق لا تزال المعارك على أشدها بين قوات الجيش العراقي والبشمرقة من جهة ومسلح داعش من جهة أخرى على عدة جبهات من بينها الموصل والأنبار فيما ينتظر المراقبون ما ستسفر عنه جلسة البرلمان يوم غد والتي من المقرر أن يتم خلالها الأعلان عن اسم رئيس الوزراء الذي سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة شدد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي على أن أي محاولة غير دستورية لتشكيل حكومة جديدة ستفتح أبواب الجحيم في العراق وأكد المالكي في كلمة الأسبوعية أن كل شيء يدخل على القضايا العراقية من خارج خط إطار الدستور مرفوض إن كان من جهتنا أو من دولة داخلية أو خارجية هو طعن للعملية السياسية والدستورية ولذلك فإن المسؤول في العراق الجديد ينبغي أن لا تأخذه في بنية العراق الجديد تدخلات أو لومة لائمين وإنما يتمسك فقط بالسياق الدستورية وطالب المالكي البرلمان بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في جلسة غدن الخميس فيما اعتبر أن أي تفريط في تطبيق الاستحقاق الدستورية يعني العودة إلى دولة الأذواق وأكد أن رئيس الوزراء لا ينتخب وإنما هو مرشح الكتلة النيابية التي ثبت أنها الأكبر في الجلسة الأولى وأضف أن التعاطم على استحقاقات الدستورية يجب أن يكون عبر احترام إرادة الشعب مشددا على أهمية الالتزام بالسياقات الدستورية بعيدا عن الحسابات السياسية والمصالح ميدانيا واصل الجيش العراقي وقوات البشمارك الكردية العمليات الأمنية لتطهير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش واستهدفت غارة جوية مبنى في مدينة الموصلة يعتقد أن داعش يستخدمه كمركز احتجاز مؤقت بدورها هاجمت القوات الكردية مقاتلي داعش قرب مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق من جاته أعرب مجلس الأمن الدولي ومنظمة العفو الدولية عن قلقهما إزاء الوضع الصعب الذي تعيشه الأقليات في العراق وبشكل خاص الإزديين في محافظة نينوى شمالي العراق ودعا إلى إيصال مساعدات عاجلة للنازحين وزيادة الجهود من قبل الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لقطع طريق أمام المسلحين لشن المزيد من الهجمات ضد السكان المدنيين وتأتي الدعوة في وقت بدأ المقاتلون الكراد في العراق وتركيا وسوريا التنسيق لمواجهة داعش في الموصل